قال الخبير الأمني فاضل أبرغي في تصريح للرشيد أن الضربات التي استادفت مقرات الحجز الشعبي كانت متفاوتة من الناحية الفنية والعسكرية مشيرا إلى أن العراق لا يريد أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الدول إنما حدث من ضربات انتقائية لبعض مخازن الاعتدالي التابعة لهيئة الحجز الشعبي قد تكون هناك نسب تفاوت بالاستهداف يعني قد تكون هناك أيادة خفية طالت بعض المشاجب بالوقت اللي هناك ضربات لطائرات اليدراون على مواقع منها مثلا خذ مثلا يعني مخزن أسلحة آمرلي كان بموجب طائرة مسيرة ويعني كانت ليست فقط مسيرة يعني كانت تحمل صواريخ وكانت بمثابة الفايتر ويخذ مثلا قاعدة الصقر يعني المخازن الموجودة في قاعدة الصقر هي الأخرى كانت عبارة عن ضربة قد تكون قاعدة بلد الجوية مستثنات من هذه الضربة الجوية قد تكون هناك أيادة لها تواصل مع جهات خارجية هي من نفذت هذه العملية وطبعا إذا عدنا بأثر رجعي أيضا مؤخرا على الضربة التي طالت القيادة في اللواء 45 عند الحدود العراقية باتجاه يعني جزيرة العنبار أيضا هذه طائرة مسيرة طبعا هذا يرجعنا إلى استهداف قيادات سابقة تم استهدافها أيضا قد تكون يعني هذه مثل هكذا طائرات نفذت مثل هكذا ضربات باعتبار أن الحرب وضعت أوزارها عند عمليات اختيالات طالت قيادات أيضا في الحشد لذلك هنا ينبغي قد يصدر يعني بيان أولي لكن قد تكون هناك دراسات معمقة قد تكون هناك التحقيق معمق لضربات سابقة قد يتم يعني معامدة هذه الضربات بأثر رجعي على طائرات اليدراون التي قامت بتنفيذ هذه الضربات البيان الذي صدره من الرئاسات الثلاثة كان بإسلوب المبني المجهول بمعنى أنه لم يتم خصخصة ودراية والاهتداء والرشاد على من قام بتنفيذ تلك الضربة اقتصر على ضرورة تعميق التحقيقات في الضربات التي هي بالطبع كانت ضربات مسيرات لكن أعتقد التقارير اللاحقة إذا صدرت من موقف رسمي ستكون هناك محافل دولية محافل عالمية قد تكون أمم المتحدة قد تكون شكوة إلى ملجلس الأمن العراق لا يملك القدرة العسكرية على أي حال لا يملك القدرة العسكرية بمجابهة الكيان الغاصب باعتبار أننا لا نملك حدود تماث معها لكن قد تكون هناك مصالح لهذا الكيان قد يتم استهدافها لذلك أعتقد أن الأمور ماضية قدما باتجاه تفكيك أواصر هذه الأحجية على نحو يطلع فيها الشعب العراقي على الحقيقة والمجتمع الدولي كيعي ويعرف أن العراق العراق هي هو دولة يجب أن لا سيبقى ويجب أن لا يكون ضمن سياسة المحاور لأن سياسة المحاور ستدخله في إيتون هذه المشاكل يعني قد تكون مشاكل إقليمية مع الدول الإقليمية لها خصومة ولها نزاعات ولها ضغاء مع دول عالمية أخرى لذلك العراق لن يرضى أن يكون قاعدة للانطلاق بالوقت عينه لن يكون ساحة للمناكفة والنزاع لتصفية الحسابات ترجمة نانسي قنقر